تقرأ المصادر المتابعة لزيارة ديبلوماسية رفيع بمستوى مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى بيروت تأكيدا على جدية الكلام عن تحضير المفوضية الأوروبية رزمة من المساعدات ستخصص مباشرة للحكومة اللبنانية بعد انتخاب رئيس للجمهورية إذا ما تم الأمر بالمدى المنظور وفي المعلومات أن الطرح يدرس فعليا في الكواليس إلا أن العنوان العريض لزيارة بوريل انتلاقا من السراء الحكومي تمحور حول ضرورة تعاون الجميع من أجل تطبيق القرار 1701 وضمان الاستقرار بغية تجنيب البلاد أي انزلاق باتجاه الحرب وما تكرر على مسامع رئيس مجلس مبن بيه بري الذي كرر أمام بوريل أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن تداعيات الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل وفي المعلومات أن الرئيس برر بموقفه هذا جدد الإشارة إلى عدم ربط نتائج الميدان بحسابات الرئاسة علما أن مخاوف رئيس المجلس من الوضع القائم وتحديدا بعد استهداف الشيخ صالح العروري في ضحية بيروت تتقدم على الملف السياسي حاليا أما عن استعداد رئيس المجلس الدائم للتعاون مع جهود لجنة الخماسية فترى فيه مصادر ديبلوماسية كلاما يلاقي الجهود الدولية وذلك لفصل المسارات بين لبنان وغزة لا سيما على مستوى الاستحقاق والاستقرار الرئاسي والجهود الدولية الضاغطة لإنجازه قبل الحسم الأمني ليكون على رأس الجمهورية اللبنانية رئيس يشرف على المفاوضات الأخيرة في ظل التطورات الميدانية ومباشرة حزب الله تسديد أول دفعة على الحساب من ثمن اغتيال القائد صالح العروري ورفاقه في قلب الضحية الجنوبية لبيروت موقف بري وكلام نصر الله استكملا بردود من أبكركي حيث أشار البطريال كلماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي وفي عيضاته في قدس الاختاص إلى أننا لا نريد أن يتحمل لبنان وشعبه وزر أوطان وشعوب أخرى ويجب أن نتمسك بالقرار 1701 وفي المعلومات أن الجهات الدولية باتت ترى في حزب الله قوة وازنة في المعادلة السياسية والأقليمية وهو بوضع يختلف عن مكان عليه إبان حرب تموز وهو ما دفع بمسؤول السياسة الخارجية جوزي بوريل للقاء وفد من حزب الله برئاسة النائب محمد رعد دون غيره من الأطراف اللبنانية هذا وقالت مصادر الجديد المطلعة على هذا اللقاء إن بوريل جاء ليحذر ويقول انتبهوا الوضع خطير جدا في غزة وقد تكون له انعكاسات أخطر على لبنان وأضافت المصادر أن المسؤول الأوروبي لم ينقل رسائل تحذير إلى أي طرف من حزب الله لكنه كان حريصا على رسم المحاذير وخطورتها قالت توزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بحسب ما نقلت عنها وكالة روترز إنني أبلغت نظير إيراني يحسن أمير عبداللهيان بأن خطر تفجر الوضع في المنطقة أكبر من أي وقت مضى وذكرت أنه يتعين على إيران ووكلائها التوقف فورا عن الأفعال التي تزعزع الاستقرار في المنطقة أمل رئيس الحزب القدمي الاشتراكي النائب تيمور جملاط أن يكون العام الجديد خيرا على اللبنانيين ويشهد انفراجات سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية للخروج من الأزمات المستعصية كما وإيجاد سبل تفاهم المشتركة إزاء القضايا العالقة وعلى رأس أولوياتها رئاسة الجمهورية وإتمام عقد المؤسسات وفي مقدمتها المجلس العسكري هذا وأبدى جملاط في تصريح على هامش استقبالاته الوفودة في قصر المختارة تضمونه الكامل مع أبناء الجنوب حيال المخاوف المتعظمة جراء التهديدات الإسرائيلية متقدما في هذا المجال من عائلات الشهداء بالتعزية الخالصة ومتمنيا للجرحى الشفاء العجل عضو قتلة الجمهورية القوية النائب نزيمة تأكد ضمن برنامج هنا بيروت أن حزب الله يسعى من خلال هذه الحرب إلى فرض نفسه كمفاوضا عند انتهائها مؤكدا القبول بالعمى جوزاف عون لرئاسة الجمهورية يعني اللي تباية الحديث هلأ أنه كل اللي عمله حزب الله الحديث اليوم أنه بس يكون عطارة المفاوضات تتصوري أنت لو عم بصير بغزة وحزب الله مش محرك ساكن شو كان يصار؟ بكرة بيتفاوضوا حزب الله عايد عم يتفرش فات جزء اللي يجب يفوتوا بالحرب حتى على قليل يكون عطارة المفاوضات وقت يعده يتفاوض تحقق مكاسب حتى ياخد تمن من أول نهار سؤل الحكيم وسؤلنا نحنا كنواب بكل مؤابلة تبعونا أنتوا دعمين لقائد الجيش نحنا بالنسبة لنا قلناها بشكل كتير بسيط قائد الجيش بده تعديل بالدستوري دستوري صح إذا لكل أجمع ويتعدل دستوري يستمي اندخابه الجيش نحنا مع التمديد له يتجي معه اندخاب قائد الجيش واخر لجولة في سوق بنت جبيل في جنوب لبنان أكد عضو قتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن ليس لنا خيار في هذا الجنوب إلا بناء كل عناصر القوة والتمسك بالمقاومة كما وفرض معادلات الردع في وجه العدو كما فعلت المقاومة اليوم في ردها الأولي على العدوان الصهيوني على الضاحية وهذا الذي يحمي بلدنا ويمنع العدو من التمادي في استهدافه وأضاف فضل الله ما يجري هنا مرتبط بتطوراتي في غزة وليس أمام العدو الإسرائيلي من خيار سوى قف عدوانه لأنه ممأزخ كبير يتخبط به ونحن باقونا على موقفنا للمساهمة في صمود المقاومة في فلسطين ومنع العدو من تحقيق أهدافه لنحمي بذلك مستقبل بلدنا وخصوصا الجنوب اللبناني وفي هذا الوقت الجماعة الإسلامية التي سشد اثنان من عناصرها في العملية التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت أطلقت مزيدا من الصواريخ باتجاه المستعمرات الإسرائيلية وقد أكد نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة بسام حمود وضمن برنامج هنا بيروت أن التنصيق مع حزب الله لا يعني أنهما ضمن المحور نفسه لابد أن يكون لينلك تنسيق ميداني ضمن كل الذرع المقاومة وتحديدا مع الإخوة في حزب الله يوم يحكى عن وحدة الساحات اللي عم يحكي عنا السيد نصر الله وعم يحكي عنا الكل من لبنان إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا هل أنتم جزء من هذه الساحات تعتبرون أنفسكم؟ نحن أعلن سابقا أننا لسنا ضمن أي محور ولسنا ضمن هذه المصطلحات وهذه الساحات نحن حزب لبناني مقاوم معنيون بالتصدي للعدوان الصهيوني على بلدنا وعلى قرانا وعلى ناسنا وكان أول رد بعد بدء العدوان الصهيوني أما التنسيق مع الإخوة في الحزب فهو مربوط بالميدان دون الدخول في أي محاور ترجمة نانسي قنقر